اهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة برنامجكم الشباب على الهواء النهار ده عندنا فقرات متنوعة ومختلفة لكن هنبتدي بالاخبار وفقرة الاخبار فقرة مهمة الشباب والرياضة تختتم الدورة التدريبية لمصمم العروض الرياضية بالاسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اختتمت الوزارة فعاليات الدورة التدريبية لمصممي ومدربي العروض الرياضية لكليات التربية الرياضية والمعاهد الأزهرية والمدارس الرياضية بنيين وبنات والتي نظمتها من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 150 دارس ومتدرب خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية الشباب والرياضة تطلق أولى الحملات القاومية المتخصصة ومبادرة أعرف رقمك بمركز شباب الصف ضمن مراكز شباب حياة كريمة أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والحيئات الشبابية الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والحيئات انطلاق أولى الحملات القاومية المتخصصة من مركز شباب الصف ضمن مراكز شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك مبادرة أعرف رقمك بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم وبنتنسيك مع وحدة المنصقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بدأت فعاليات المبادرة اليوم من مركز شباب الصف في الجيزة بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائبا عن السيد محافظ الجيزة إلواء عبد الرحمن شلش مدير مدرية الشباب والرياضة بالجيزة ووسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ووفاء العمروسي أمين صندوق الجماعية المصرية لارتفاع ضغط الدم وعاد الفهمي وكيل المدرية حسين فرج مدير إدارة مراكز الشباب ومسؤولي المبادرة أحمد مختار وخالد الحديدي طبعا حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة متميزة جدا هنتكلم عن مبادرات شبابية مختلفة أهمها كمان المبادرة اللي بتتكلم عن الهجرة الغير شرعية أهدافها إيه المطلوب من هذه المبادرة وكيف تستطيع أن تكون فاعلة مع الشباب كل ده هنشوفه النهاردة وشباب على الهوى فتابعونا بعد الفاصل رجعنا لكم أعزائي الشباب وزي ما قلنا حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا هنتكلم عن مبادرات شبابية والجميل إن المبادرات اتكلمت في حاجات هامة جدا للشباب التشغيل والبطالة وزي ما ممكن الشباب يتخطوا أزمة البطالة كمان الهجرة غير الشرعية الحلم اللي بيحلمه بعض الشباب إن هو يعيش في دولة مختلفة يهاجر لدولة أوروبية بيعيش طول عمره يحلم بده وممكن يدفع حياته تمن ده وخاصة الهجرة غير الشرعية جميل قوي إن شباب فكروا بهذه الطريقة إن هم يحاولوا يساعدوا هؤلاء الشباب اللي ممكن يكونوا محتاجين عمل وممكن كمان يكونوا محتاجين يغيروا مفهوم حب الخارج أو السفر إلى الخارج كل ده هنعرفهم من خلال ديوفنا اللي بنرحب بيهم معنا في الستوديو النهاردة أحمد سبع الليل أستاذ أحمد سبع الليل منصق مشروع تجغيل الشباب في مصر أهلا بيك معنا معنا كمان محمود سويلم أستاذ محمود سويلم أهلا بيك منصق مبادرة هنا دورك للحد من الهجرة الشرعية يعني بهنيكم على اختيار العنوين للمبادرات وكمان لما نعرف فعالياتها أكيد هيبقى الموضوع أقوى يعني أستاذ أحمد سبع الليل لو هنتكلم عن فكرة المبادرة وتشغيل الشباب أكيد كلنا عارفين أن في بطالة وكلنا بنعاني أو بعض الشباب بيعانوا من البطالة لكن يعني الفكرة جات إزاي وإزاي حاولت تحل هذه الأزمة الحقيقة أن تشغيل الشباب في مصر هو صامرة التعاون بين كافة أطياف المجتمع مجتمع عندنا جهات حكومية عندنا جمعيات ومؤسسات أحلية منظمات مجتمع مدني وغيرها وعندنا شباب خارجين أو شباب يدور على شغل فبالتالي إحنا أول حاجة فكرنا فيها إن إحنا إزاي نعمل بناء قدرات لعدد 200 شاب 200 و 2 شاب في محافظتها هم الألبان منوفية بعدين المتين و 2 شاب دول بعد ما ندربهم لمدة 4 تيام المبادرة أطلقتوها في محافظة معينة أم لا على مستوى جمهورية؟ إحنا أطلقناها في محافظتين شاكلين في محافظة الألبان منوفية في المحافظتين مع بعض بالتوازي ضربنا 100 شاب هنا و100 شاب هنا وارش تعمل لمدة 4 تيام عرفناهم إزاي يعمل إنشتف بتاعيتهم إزاي يعملوا مبادراتهم إزاي عرف نفسه الأول ويعرف شخصيت سي في إزاي يعمل السي في بالضبط كل ده كمان وتعرف إزاي المهارات الشخصية اللي ممكن يكتسبها إزاي لما يروح لجاة حكومية عشان يطلب منها تعاون في تنفيذ أنشطه ويبقى على وعي بشخصيته ووعي بشخصيت المسؤولين إزاي تحاول معهم وتعاون معهم في تنفيذ هذه الأنشطة بعدين لما تدربوا هلواء الشباب قدروا يخرجوا 16 مبادرة خاصة بخلق فرص عمل وبنشر الوعي الخاص بإزاي يلاقي فرص عمل في هذا السوق الكبير الخاص بالتوظيف وكمان إزاي يرفع وعي مجتمعه بقضية الهجرة غير شرعية بعدين عملنا لهم مسابقة 16 مبادرة واحدة ولا بمبادرة ما أنا أقول لك ديك هومة 16 فريق تعاونتوا تعاونتوا هارمونيكا فيه سؤال مهم جدا تدريب المهارات اكتشاف المهارات أو القدرات لدى الشباب وغالبا 90% من الشباب مش بيبقوا مدركين قدرتهم ممكن يبقى موهوب وممكن يبقى فنان وممكن يبقى عنده قدرة في مجال معين هو نفسه مش عارفة هل المبادرة بتسعى اكتشاف هذه المواهب وبتسعى لتنميتها؟ بالضبط إحنا لما ضربنا الشباب دول خلال ورشة عامل 4 ايام والشباب يطلع يحكي بعد كده أو يمارس هذه الأنشطة خلال في مشروع تخرج للشباب ففي نهاية الأربعة ايام لما يتعاونوا في مجموعات ويطلع يعمل بريزنتيشن كويس وانحنا بينقصنا على فكرة تيمورك وكل واحد مثلا فيهم بيعرف يرسم فيرسم في واحد بيعرف يعمل يقول لكم شعر في واحد بيعرف يعمل بريزنتيشن على البوربوينت والبرامج المختلفة في واحد بيعرف يكتب في واحد بيعرف يتعاون في واحد باستراتيجي فكرو فبالتالي لما تيمورك ده تعاون كمجموعات عمل كشباب ولاد وبنات قدروا يخلقوا مبادرات للحد من الهجرة غير الشرعية في مجتمعاتهم وقدروا يعملوا حاجة كويسة تمام الهجرة غير الشرعية بقى ومبادرة حضرتك أستاذ محمود سويلا يعني الفكرة جات ازاي وطبقتها ازاي احنا من حضرنا ورشة العمل اربعة سيئة دائما قال لأستاذ أحمد يعني عرفنا الأنباطي الشخصية وعرفنا نفسنا وعرفنا إيه مهارة اللي عندنا يعني أساسنا نحن نكتب مبادرة يعني إيه مبادرة ويعني إيه مشكلة وإيه حل المشكلة وأسبابها وأسباب الأسباب لما جاءتنا فكرة المبادرة وإحنا قدمناها في المسابقة وكان في حماس كبير جدا من الشباب من المبادرات 16 مبادرة على مستوى المحافظتين الأليوبية والمولفية تم اختيار منهم تمانية بالنجلة الحكاين أربعة بالمولفية وأربعة بالأليوبية مبادرة هنا دورك مجات اشتغلت على بدايتها بالتوعية مع الشباب بلحد الهجرة غير الشرعية إيه تأثير الهجرة غير الشرعية على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع والدولة معلش يعني هاقطع كلامك ليه الأليوبية وليه المنوفية رغم أن في محافظات أكثر شهرة بالنهاية عندها ظهارة الهجرة غير الشرعية اللي إن محافظات الأليوبية والحافظة الأليوبية كان آخر حادثة هجرة غير الشرعية اللي توفع فيها عدد كبير من الشباب كان في الأليوبية وكان ده كان أكبر مستهدف لنا وبيهاجروا عن طريق إيه؟ كان فيه بيهاجر عن طريق البحار وفيه بيهاجر عن طريق الجبال من محافظات أخرى بقى من محافظات أخرى وفيه كتير يعني إحنا ونكامل محافظات فيه الشرقية وفيه الدهلية وده قلنا البحيرة وفيه في السعيد وفيه المانيا وفيه اللقصر ده كله ممانيا برضو فأكتر أما جنا اشتغلنا في التوعية بيهنا نفكر نشوف إيه الوسيلة لأن نقدر نتوصل معها مع الشباب من مستلوهم التأثير فعلا والإحساس بتاع الهجر الغيش رعية أثناء مثلا الوفاء أو أثناء اللي أبدأ عليها على الاعتقال إيه اللي بيحصل معاه؟ فأمنا بعمل مصرح تفاعلي مع الجمهور بإني فيه بمثله زوجة وزوج وأم أم للزوج وحطت تفاكق أسري بإني دول إن الهجر الغيش رعية بتقدي إلى الوفاء واتفاكق أسري وأسباب تانية أكتية لما جينا ما بعد كده نعمل معهم في تدريبات مهارة الحياتية وكان بيتكلم معنا السفي والمقابلات الشخصية بحكم إن إحنا ليه اخترنا تدريبات حياتية لأن معظم الشباب للخارج جامعي الجديد أو راح يقدم في شغلائنا سواء من الدبلوميات أو فقاية مختلفة بيسمع الكلمة هيعمل مقابلة شخصية فكان بيترعب منها حابين إحنا ندربهم على كده لأ يكون فيه سقة إن نشوف إيه مهارته برضو من موهاله شو كتاب تسفيز إزاي إن هو يكون متأمن كويس جدا على نفسه ويكون عنده سقة إنه يعمل مقابلة شخصية ويقدم في أي شغلانة هو حبيبها طب عملنا التدريب من هنا بعد كده شوفنا الشباب المشاكل اللي عندكم بقى غير كده إنتوا عاديين إيه تاني إحنا نقدر نقدمه ودخلنا محدد الشباب في المجتمعات نزلنا الشارع واتكلمنا معهم لقينا إن في بعض الشباب طربة تدريبات عادت تعمل لها نفذنا عادة تدريبات حرفية ومهنية وعملنا تدريبات يدوية معهم بحكم تأهيلهم لسوق العمل ودربناهم إزاي إن هم يقدروا يفتحوا مشاريع صغيرة وتطويرها مع الوقت تمام يعني اعتمدوا على المشروعات الصغيرة والمتنهات الصور كمان طيب فكرة الدمج ما بين المباجتين إن هنا إحنا بندور على عمل وبنواجه البطالة وهنا بنواجه فكرة الهجرة غير الشرعية زي حصل الدمج وأنا عارف أن هم يعني ماجهين لعملة واحدة إحنا بنمثل هوب كبيرة بداعات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الكوة العاملة ونظمة العمل الدولية وبعض الجهات في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة فإحنا بنمثل الجهة الحاضنة لكل هؤلاء الشباب كل شابة عندهم بدرة بيجي تقدم لنا مبدرة بنعمل على تطويرها وإيه الإطار الفن اللي نقدر نقدمهوله وإيه الإطار الدعم المال اللي ممكن نقدمهوله في تنفيذ أنشطة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكمية المختلفة ووزارة الشباب ورادة برضو وكنا بننزل مركز الشباب فيها ناخد فيها غرف نعمل فيها الأنشطة المختلفة عملنا مثلا تدريب على الشموع في مركز شبين الكوم في محافظة الأليوبية إن الشاب مجموعة من الشباب إزاي نعلمهم إزاي عملوا حرفة إنتاج الشموع المعترة الصديقة للبيئة فبالتالي ده يصبح مصدر دخليهم والأسارهم فيحد من الهجرة غير الشرعية بطرق مختلفة متعددة يعني قصة فكرة الهجرة غير الشرعية يعني بيستحبها دايما فكرة هي لأتجرب البشر والبعض بيقول لا دي هجرة أمنة دي هجرة غير شرعية يعني عايزين نوضح هذه المفاهيم للشباب وأكيد المبادرة بتقوم بالتكلام دا يعني بالضبط الهجرة الشرعية هي بتتتمي بطرق رسمية بعلم من الدولتين من الدولة المهاجر ودولة المهاجر إليها دولة المهجر والدولة المهاجر 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 وما ينفعش الشاب يطلع مبارا البلد وفي هجرة غير شرعية ما معوش تصريح ما معوش حاجة البلد التانية مش تستقبل بي ولا ترحب بي هيشوف حاجات صعبات كتير قوي لا طبعا يعني المحفوفة دايما بالمخاطر وما حدش أصلا بيوصل هناك وحتى لو وصل هناك بيبقى فيه الحكومة مستنياهم ما بيلاقيش مكان يقعد فيه ما بيعرفش يأكل في مكان دايما مستخبي وخايف يظهر بس وحتى لو في نص الطريق ممكن يغرق الشغل هنا في البلد أحسن يعني لو حد ربنا كرمه وحاول يتصرف وفتح مشروع هنا في البلد هيبقى أحسن له كده كده ويروح هناك ويعني هجرة غير شرعية هيبقى من غير فيزا من غير فيزا أكيد لو هيرب من لو هيرب يعاد دي جانا لكم أعزائي شباب وزي ما قلنا مشروع تشغيل الشباب في مصر بالتأكيد هدف مهم جدا ومن أهم أهدفه أيضا هو حماية الشباب من الهجرة غير المشروعة والجميل أن القائم على هذا المشروع مجموعة من الشباب في ظل التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية يعني هرجع لحريتك تاني وهسألك إيه المنظمات الحكومية اللي بتدعمكم في هذا المشروع طبعا المشروع بيقع تحت رعاية عدد من وزارات المختلفة يقع على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة فيه مع الوزيرة الدكتور نوفيني القباج ثم شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة فيه وزارة منظمة العمل الدولية ومؤسسة الكرر التنمية المستدامة كمؤسسات أهلية بتقع تحت نجي أوز غير هدفة للربح غير هدفة للربح بتقع فبيقدمونا الدعم الفني والدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشاطة على أرض الواقع مع الشباب ومع في محافظتين هما الألوبية هما نوفين جميل جدا وطبعا من ضمن الأهداف يعني حماية الشباب من الهجرة غير المشروعة أهم الأهداف إيه بقى؟ كان أهم الأهداف اللي احنا بنشوف إيه الأسباب اللي بتخلي الشاب يتجه للهجرة غير الشرعية وكنا مشوف إيه الأسباب الأسباب عشان نقدر نوصل لحلول لها مع الشباب بحيث إن الشاب متجهش إلى الطريق دوت وخصوصا إحنا جميلنا في الأول حضرتك إن الطريق دوت فيه يعني تأثيراته أو الأسبابه فيه خطورة كبيرة جدا منه من تفاكك الأسري من الوفاة من الاتقال من الاستغلال أدواتكو المستعملة من أجل تحقيق هذه الأهداف والأنشطة اللي قدمتوه دم أنا أحضرك إحنا الأنشطة قدمناها كانت معظمة تدريبات حرفية تمام وفيه حرفات المهارات اليدوية وقدمنا بعد التدريبات حسب رغبتي الشباب قدمنا سيونة التلفونات قدمنا للفتيات كورسي خيوطة كامل تمام قدمنا لهم برضو الشباب كورسي كمبيوتر سيونة كمبيوتر وكان فيه ملتاقة توظيفي دار وكان فيه برضو حضرتك ملتاقة توظيفي داوت كان مع على مستوى المحافظين يوم في الأليوبية ويوم في المنوفية برضو مجموعة الشباب هاي اللي كانت مسؤولة عنه ملتاقة توظيف كان يتكون من بعض الشركات للتوظيف وفيه كان بعض ركن أو معرة وظائف دار اللي كان عمله مجموعة تيم المبادرات كانت كل مبادرة فيها تيم عمل مسح سوق خلال النوتوك بتاع المحافظة إن نشوف الوظائف الموجودة والمتوفرة وحكم إن كانت فيه شباب بيتيجي تقولك أنا عادي أشتغل أي شرق لنا تلات تلاف طب نشوف مهرته إيه أو نشوف إيه اللي عنده شرق لنا تلات تلاف يعني حد أدنى حد أدنى يعني لو بصنا فيه فئات مختلفة يعني فيه فئات تقولك أنا عادي تلات تلاف وكده كويس بالنسبالي كنا بنتكلم معنا بنقولهم إن كنا نكون تعمل مشروع وممكن المشروع تعليك أكتر وأكتر بس بذائيا مشروع تموح بقى تموح بقى يعني طبعا تموح ملوش ساعة طيب عندهم تموح مش بمجرد وظيفة وخلال لا مش بقى وظيفة نحن مش بنحط الشبه في وظيفة بس إحنا كنا بنحاول إنه كابداية إنه يبدأ بالوظيفة في الاستقرار يقدر يعمل مشروع مع الوقت يقدر يطور مشروع بتاعه من مشروع الزغير إلى مشروع كبير تمام يعني دي العنشطة لكن الأدوات بقى حضرتك هتقولي التواصل مع الشباب إزاي إزاي بتقدروا تكتذبوا الشباب إنه هم يتعاونوا في هذا المشروع ويستفيدوا منه لأنه ممكن تبقوا أنتوا عمليه مشروع كويس والشباب مش متجاوب الحقيقة إحنا كشباب بندير مشروع فعندنا طرق مختلفة إنه إحنا نوصل لأكرارنا من الشباب زي السوشيال ميديا ممكن من خلال السوشيال ميديا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة نقدر أن يوصل لهم عن طريق الفيسبوك عن طريق الإنستجرام عن طريق المجموعات المختلفة كمال لما ننزل أرض الواقع ونعمل الشباب نعلن عن مشروعنا بالطرق المختلفة ونكلم الشباب اللي إحنا نتعاون معاهم ننشر في المجموعات الشبابية المختلفة نحنا في مشروع كذا بيعمل هجرة غير شرعية فهو الشباب يسأل نفسه إيه اللي هستفيده من المشروع إيه اللي عائد عليها إيه اللي عائد على المجتمع اللي أنا فيه فبنبدأ نشرح له بقى أن المشروع دو بيحد من الهجرة غير شرعية ممكن أفعل لك دعم فني ومالي نتنفذ الأفكار الخاصة بالهجرة غير شرعية أو خاصة بالتوظيف أو خاصة بالحرف اللي أنت بتجدها فبعض الشباب مثلا كان هو شايف أن هو مدرب كويس في مثلا الشموع الشباب مثلا شايف أن هو شباب زو الأعاقة مثلا مثلا كانوا معنا في المشروع كانوا مشاركين عائد كانوا مشاركين في المشروع بناسب ولا مفتوحة لا يعني إحنا كلنا بالراعي أن كل الأنشطة اللي بنقوم بيها سواء كانت تدريبات حرفية يعني فاكرة فيهم طاقة رهيبة وتحدي وقدرات يعني حسينا بدأ معاهم فعلا عندهم قدرات غير عادية يعني هم كمان نفسهم عايز أقول لك عملوا مبادرة وفازوا في المشروع إنه هو مبادر الدم جزاء العاقة وقالك إحنا مش عايزين نعمل مبادرة يلينا نفسينا لا إحنا عايزين نبقى كل المجتمع متنثل فيه سواء أصحاء أو معاقيم فده كان برضو حاجة كوسة جدا منه في المشروع جميل جدا أهم النمازج المميزة جدا اللي ممكن تحكيلي عليها وإزاي كانت نمازج فعالة وتعتبر قدوة لبقية المبادرة ولبقية المشروع قصص النجاح اللي تمت معنا من أننا كنا بعد ما نخلص التدريب أو من خلص جلس التوعية كنا منشوف قراء الشباب إيه وإيه اللي استفدتوه ونوينا على إيه فديك الحاجة كان بيديدنا كحافظ أن إحنا نكمل وفي نفس الوقت كان الشاب يدوت النقده كقضوة للشباب التانية معانا في بعد كل التدريبات طلع من كل تدريب أفراد فتحة مشاريح عليها انشغلة يعني بصراحة جميل يعني نمازج جميلة بس يعني للأسف في الوقت يعني كنا محتاجين أكتر عشان نتكلم أكتر في هذه الأنشطة الشبابية عايزة كلمة منك للشباب إزاي ممكن تشجعهم إزاي ممكن يجدوا فرص عمل بسهولة وكلمة هاختم بعدها إحنا أحيانا بنتطر الطرق غير شرعية في الهجرة في حين أن فيه أصلا هجرة شرعية موجودة يعني فيه جهات ومؤسسات مختلفة دولية بتعلن عن هجرة شرعية بس يعني أنت عشان تهجر شرعية لازم أن تبقى أنت عندك مهم معينة هذه الدول بتكون طلبا تكون مدروسة بزر أحضرتك كلمة كثيرة استسمت في بلدك وأكبر اقتصاد مجتمعك ومصر زي ما قلنا هنا دورك جميل جدا بشكركم جدا على هذا المجهود وعلى هذه الأفكار البنائة فعلا وفي نهاية حلقتنا بقول لكل شاب جواك تقاط لا حصرة لها المهم أن أنت تكتشفها ممكن تلاقي في المجتمع جهات كثيرة توساعدك أن أنت تكتشف هذه الموهب وهذه القدرات كمان تناميها وتقدر تعمل المستحيل جوه بلدك مش بس تبقى ربع بلدك كنا معاكم مشابه على الهوى إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق أعمال جديد